من ناحية أخرى وأيضا على نفس ذات الصعيد وهو استقبال الرئيس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة للسيد رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر الشقيقة وزير الخارجية الجزائري سلم فخامة الرئيس المصري رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بإذن الله في الجزائر واللي هتبقى في بداية نوفمبر اللي جاي من ناحيتنا فخامة الرئيس السيسي نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون ورحب طبعا بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائري وأعرب عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك حطوا تحت كلمة العمل العربي المشترك مليون خط وضموها ما بين ألف 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 قوس ثقيل كمان أكد فخامة الرئيس اعتزاز مصر بكل ما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي اللقاء تناول التباحث بشأن أفاق العلاقات السنائية ما بين البلدين الشقيقين وتم التأكيد على الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في كل المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال ما بين البلدين حكومة وشعب تاني في حاجة مهمة جدا يا جماعة لازم دايما مهما كانت الطرق طويلة نصل إلى نهاية معينة ومحتومة ومؤكدة في حاجة اسمها التضافر الشعب العربي وحدة الشعب العربي ما يجمعنا أكبر وأكثر وأعمق بكتير من أي تباينات أو أحيانا اختلافات ده واحد اتنين تضافر الشعوب العربية مع بعض وقناعتها الأصيلة والكملة والرئيسة بأنه المصلحة واحدة هو اللي بينجح الحكومات تاني ده اللي بينجح الحكومات تالت من غير ده الحكومات ما تنجحش ما تعرفش توصل لشيء ملموس وحقيقي لو إحنا مش مقتنعين بكده ما بيننا وما بين بعض عندنا مشكلة لو انشغلنا بصغائر الأمور وسفاسفها المشكلة تكبر الشعوب العربية عندها كل المقومات اللي تمكننا من إحنا نبقى أهم وأقوى إقليم سياسي في العالم كله أنا مش بقولك أنه يبقى فيه عندنا دولة ضخمة كبيرة اسمها الولايات العربية المتحدة لا سيبك من ده خلص ده يعني إيه حلم جميل غير قبل للتحقق على الأقل في ظل المعطيات اللي موجودة دنيويا مش بس زمان ولا دلوقتي ولا بعد كده المعطيات الطبيعية تحول دون زلك ده وضع تاني كويس لكن إن احنا نبقى إقليم ما بينه وما بين بعضه التعاون الحقيقي وحدة الأهداف وحدة الرؤى بقدر ما هو مهم بالنسبة لنا بقدر ما هو مرعب لآخرين مرعب في دول بتخاف من ده ولأنها بتعتبر إنه ده تهديد لمصالحها لمصر ولا العرب بيهددوا مصالح حد ما لم تكن هذه المصالح ضدنا يعني الدول أو الكينات أو 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 اللي مش عايزانا واحد ده لأنها عايزة تستعبدنا بأي شكل من الأشكال زمان كانوا يحتلونا ويستعبدوا شعوبنا وينهبوا خيراتنا بعد كده ما بقوش بيحتلونا بالاحتلال المتعرف عليه الكلاسيكي الامبراطوريات والامبرياليات وما إلى ذلك بقى بيحتلك بطريقة تانية خالص يسيطر على اقتصادك ويمص دمك طيب